نحن كمجتمع كيف يمكن للمجتمع أن يدعم الأسرة لتكون قوية في تحقيق أهدافها الدعم الخارجي للأسرة دعم مادي حرية للأسرة في اتخاذ القرارات كيف ترى الأصورة الحقيقية للدعم من قبل المجتمع للأسرة الأسرة وحدة موضوعية كاملة متكاملة نعم ودائما هناك قانون يحكم الأسرة القانون داخلي يعني قانون داخلي يضعه الأب أو تضعه الأم في التعامل داخل البيت فتح التلفاز من الساعة كذا إلى الساعة كذا إذا أكلت طعام لابد أن تفعل كذا إذا عند النوم تفعل كذا حين تستيقظ من النوم قبل النوم تخسي الأسناء هذا قانون داخلي تحافظ عليه الأسرة في داخل البيت تمام طيب حينما تجد هذه الأسرة وتحتاج إلى الدعم الدعم ممن؟ من نفسها؟ لا الدعم من المجتمع الذي يشاهد الطالب المتفوق لابد أن يميز متفوق في دراسته متفوق في أخلاقه متفوق في سلوكه لابد أن أعطيه حافزا هذا الأب الذي رب أولاده لابد أن أعطيه قدره أن تمدح من خرج هكذا لا بد أن يشعر بما فعل لابد أن يشعر بما هذا الذي رب وهذا الذي كبر وهذا الذي فعل الإنسان من هنا يفتخر بأبنائه ولا يوجد هناك إنسان على وجه الأرض يحب أن يرى من هو أحسن منه إلا الأب يريد دائما أن يرى أبنائه أحسن منه علما وفقا وسلوكا وأخلاقا وأن يرى ذلك بين الناس ومن ثم المجتمع الأسر التي تتوافق في مثل هذا المعنى وفي مثل هذه الأخلاقيات لابد أن يكون لها جميعا حوافز لبعضهم البعض أنا أفرح والله حينما يأتي صديق لي ليشجع ابني في كذا وأنا كذلك أفرح حينما أشجع ابن صديقي الذي يريد أن يفعل شيء مميزا يريد أن يؤذن وهو صغير مثلا أشجعه يريد أن يقوم بحملة نظافة في الشارع أشجعه يريد أن يقوم بتوزيع هدايا في يوم العيد أشجع مثل هذه التصرفات لماذا؟ لأنها تنبئ عن معدن داخلي وحس على الخير يدخل الحسد المحمود بين الأطفال بين بعضهم البعض وكذلك الأباء والأمهات التي تعبن في مثل هذه التربيه لابد أن يكرموا يمكن هناك بعض النوادي الاجتماعية وهناك بعض المنظمات التي ما تأتي كل عام في عيد الأم في هذه المناسبات يختارون أم مثالية امرأة أو اثنين أو ثلاثة لتكريمهن على ما قدم يمكن عيد الأب محدش يعني التكريم هي للمدرسة التي خرجت هكذا لذلك هنا لو أخذ الصورة العكسية في حال كانت التربية السيئة للأولاد انعكاس التربية السيئة على المجتمع والوالدين أولا للأسف هذه يعني تكون صورة محبطة جدا محبطة من الوالدين وللأسف يعني الوالدين قد لا يشعر بهذه النتيجة يمكن اتصالاتهم محدودة اللغة التي لم يتقنها مثلا يعني نتكلم عن أمثلة جعلتهم في عزلة عن المجتمع لا يدرياني ما نتيجة هذه التربية بالخارج نتيجة هذه التربية أولاد بالخارج شباب بالخارج ماذا يفعلون بالخارج لا يدريان عنهم شيء فهذه التربية إذا كانت سيئة كانت انعكاستها على الخارج سيئة جدا تجد شباب لا يبالي بالمسئولية لا يبالي بالأحقية الناس في الهدوء ممكن تجد شاب يسير في الطريق بصوت صاخب يصدر من سيارته لا سيما في أوقات الهدوء التي ينبغى أن يكون عليها الناس لا بد أن يكون هناك عامل ردع وهناك عامل عقوبة وإن كانت معنوية من الناس أن تنفر الناس من مثل هذه السلبيات ومن هذه الأخلاقيات السيئة إذن انعكاس التربية السيئة أولا على الوالدين قبل المجتمع لذلك توجد أبيات لمعن ابن أوس كما قرأتها قالها في التربية الخطأ عندما قال فيا عجبا لمن ربيت طفلا فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمان وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية أجاني أعلمه الفتوة كل يوم فلما طر شاربه جفاني إذن هذه التربية السيئة أو العقوق والعصيان من قبل بعض الأولاد هي تنعكس على الوالدين وهي نتيجة عقوق الأباء يعني الأباء كذلك يعقون أبنائهم نعم قد يكون الأمر وراثي إذن